اشتركوا في القناة بعد ذلك ألقى سيد فهد بن محمود السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة رئيسة الدولة القادمة لمجلس التعاون كلمة بعدها أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع انتهاء أعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اشتركوا في القناة يؤكد اليوم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حرصهم على أهمية استكمال عملهم المشترك انطلاقا من عمق الشعور بالمسؤولية وتجاه دول المجلس وشعوبها وتحقيقا للرؤى النبيلة والتطلعات الكريمة التي تهدف إلى الرقي بدول مجلس التعاون الخليجي كما تم الاتفاق على المبادئ والسياسات لتطوير التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس وتحقيق تطلعات مواطنيها وقد أكد القادة على أهمية التنفيذ الدقيق والكامل والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وتنسيق المواقف بما يعزز تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويحافظ على مصالحها ويجنبها الصراعات الاقليمية والدولية ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم ويعزز دورها الاقليمي والدولي وذلك من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية على المستوى الاقليمي والدولي والتأكيد على ما تضمنته المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك بأن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعاً وما نصت عليه الاتفاقية بشأن التزام الدول الأعضاء بالعمل الجماعي لمواجهة كافة التهديدات والتحديات ترجمة نانسي قنقر